موسيقى القدس تيفي عيش الخبر اينما كنت الاعلان عن بدء الرئيس محمود عباس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني بعد استقالة رئيس الحكومة دكتور سلام فياض اثار تساؤلات كثيرة حول توقيت هذا الاعلان الذي صدر من دون التواصل مع حركة حماس طرف الانقسام الاخر حماس التي اكدت على عدم رفضها لتشكيل هذه الحكومة وفق اتفاق المصالحة اعتبرت ان المشكلة فيما وصفته انفرادا بالقرار المشكلة هي في الانتقائية وفي الالية التي اتخذ فيها القرار وفي الاستفراد الفتحاوي بالقضايا التي تخص شعبنا الفلسطيني دون اشراك كل مكونات الشعب في القرار نخشى ما نخشى ان يكون هذا الطرح من قبل ابو مازن هو لتحسين شروط التفاوض بين السلطة واسرائيل ولربما ان هناك جهود اوروبية امريكية لعادة مسار المفاوضات بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي وبالتالي اذا كان طرح هذا الامر في هذا التوقيت له علاقة بتحسين شروط التفاوض حركة فتح التي اعلنت ان مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الاحمد سيلتقي قريبا في القاهرة بنظيره في حركة حماس موسى ابو مرزوق للتباحث في تشكيل الحكومة ترغب في تشكيل حكومة تجهز للانتخابات بشكل مباشر بينما تؤكد حماس ان المصالحة يجب ان تطبق رزمة واحدة الفصائل الفلسطينية تؤكد ايضا على اهمية الشراكات السياسية اعتقد لو ان الاخ محمود عباس قد قام بعملية مشاورة مع جميع الاطراف الفلسطينية يمكن ان يصل الى نقطة وفاق لكن استجالات الموجودة هي عدم رجوع الاخ محمود عباس الى باقي الفصائل الفلسطينية واعتبار الفصائل الفلسطينية لهذه الخطوة من الاخ محمود عباس أنها خطوة منفردة لا ينبغي أن يتخذها هو لوحده نحن ندعو إلى دعوة الإطار القياد المؤقت أو ما يسمى بإطار تطوير وتفعيل منظمة التحرير من أجل ترسيم تشكيل حكومة التوافق الوطني من جهة والاتفاق على كيفية تنفيذ باقي ملفات اتفاق المصالحة ونأمل مرة أخرى أن يتعامل الجميع مع هذه الخطوة انطلاقا من ذلك وأن لا تكون الخطوة مرة أخرى بهدف ابقاء الانقسام أو تعزيزه في ظل استمرار التجاذب ما بين الطرفين بشكل خاص المراقبون يتحدثون عن تباين كبير بين الطرفين الانقسام حول تشكيل الحكومة في وقت قريب خصوصا في ظل الأجواء السياسية والإعلامية بين غزة ورام الله تشكيل الحكومة يختضي إشراك حماس وبقية الفصائل قبل الألان عن هذه الحكومة لذلك أنا لست متفائل جدا ولكن أتوقع أن يتم تجاوز العقبات الأولية التي بدت وكأنها تعطي الإمكانية البدء بهذه المشاورات هل يشكل الرئيس محمود عباس حكومة التوافق بالتشاور مع حركة حماس لتخوض الضفة وغزة معا أم يلجأ إلى تشكيل حكومة للسلطة الفلسطينية لتحكم الضفة فقط إذا ما تعثرت الجهود الراهنة محمد الأسطل تلفزيون القدس من مدينة غزة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر